السلام عليكم إخواني متابعي قناة English with Simo مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة دروس المبتدئين في تعلم اللغة الإنجليزية في هذا الدرس فنتحدث حول معجم شهور سنة باللغة الإنجليزية إذن لنبدأ الدرس إخواني إذن بالنسبة لشهور السنة فهي على هذا الشكل شهر يناير يسمى جانوري ثم فبراير فابروري مارس مارش أبريل أيبرل ماي ماي باللغة الإنجليزية يونيو جون يوليوز جولاي ثم غشت آغست ثم شتنبر سبتمبر ثم أكتوبر باللغة الإنجليزية أكتوبر ثم نوانبر نوفمبر وأخيرا دجنبر ديسمبر أعيد لكي تتأكد من النطق صحيح لهذه الكلمات جانوري فابروري مارش أبريل ماي جون جولاي أغست سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر أعيد مرة أخرى جانوري فابروري مارش أبريل ماي جون جولاي أغست سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر إذن بالنسبة للأسئلة حول شهور السنة باللغة الإنجليزية questions about the dates in English أو حول التواريخ باستعمال شهور السنة باللغة الإنجليزية يمكن أن نقول يعني ما هو تاريخ اليوم يمكن كذلك أن نقول ما هو تاريخ البارحة ثم ما هو تاريخ يوم الغد what is the date of tomorrow today تاني اليوم yesterday البارحة tomorrow تاني غدا بالنسبة للإجابات يمكن أن نجيب بهذه الطريقة today is Monday February 12th 2019 يعني اليوم أو تاريخ اليوم أو اليوم هو الاثنين February 12th يعني الثاني عشر من فبراير 2019 what is the date of yesterday ما هو تاريخ البارحة يمكن أن نجيب بهذه الطريقة yesterday was Sunday February 12th 2019 يعني البارحة كان يوم الأحد 11 فبراير 2019 ثم what is the date of tomorrow ما هو تاريخ يوم الغد tomorrow is Tuesday February the 13th 2019 لاحب أن طريقة الإجابة أو طريقة قول التواريخ باللغة الإنجليزية نبدأ باليوم ثم يتبعه الشهر ويتبعه يعني العدد يعني اليوم في ذلك الشهر ودائما نستعمل TH لأننا نتحدث عن الأرقام الترتيبية يعني الثاني عشر الحادي عشر الثالث عشر ليس إثنى عشر إحدى عشر ثلاثة عشر إذن الأرقام الترتيبية الثاني عشر الحادي عشر الثالث عشر نقول 12th 11th 13th إذن هذا فيما يخص طريقة السؤال حول التواريخ باللغة الإنجليزية مرة أخرى Talking about your birthday يمكن لنا استعمال هذه الشهر لنتحدث حول عيد الميلاد يعني تاريخ عيد الميلاد مثلا في السؤال يمكن أن نقول When is your birthday يعني متى تاريخ عيد ميلادك When is your birthday يمكن كذلك أن نقول مثلا When is your mother's birthday يعني متى تاريخ عيد ميلاد أمك أو When is your brother's birthday يعني متى تاريخ عيد ميلاد أخك ذا للإجابة يمكن أن تقول مثلا My birthday is on February the 15th يعني عيد ميلادي هو في الخامس عشر من شهر فبراير ثم When is your mother's birthday يمكن أن نقول My mother's birthday is on March the 14th ثم وتجيب على هذه الأسئلة من طبيعة الحال حول هذه التواريخ السؤال الأول يقول What is the date of today يعني ما هو تاريخ اليوم يمكن لك أن تأخذ ورقة وقلم وتكتب تاريخ اليوم السؤال الثاني What is the date of yesterday ما هو تاريخ البارحة يعني يوم أمس يمكنك كذلك أن تستعمل نفس الطريقة التي كتبت بها التواريخ هنا وتكتب تاريخ البارحة ثم السؤال الثالث When is your birthday متى تاريخ عيد ميلادك يمكنك ذلك أن تأخذ ورقة وقلم وتكتب تاريخ عيد ميلادك بنفس الطريقة التي كتبت بها التواريخ عيد الميلاد هنا ثم أخيرا When is your best friend's birthday يعني متى عيد ميلاد عز أصدقائك إذن يمكن لك أن تأخذ ورقة وقلم وتكتب هذه الجمل ستساعدك كثيرا في تعلم اللغة الإنجليزية وتعرف طريقة الإجابة على الأسئلة إن سألك صخص ما متى يوم عيد ميلادك وكذلك إن سألك صخص ما ما هو تاريخ اليوم أو البارحة أو الغد إذن يمكن لك أن تكتب هذه الأسئلة الأجوبة على هذه الأسئلة في ورقة ما الآن سنمر إلى الفقرة الثانية من هذا الدرس وهي Memorize Months in English يعني كيف تحفظ هذه الشهور باللغة الإنجليزية إذن سأكتب لك هذه الشهور هنا January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December يمكن لك إعادة قراءة هذه الشهور باللغة الإنجليزية أعيد January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December إذن هذه هي لائحة الشهور باللغة الإنجليزية الآن سأعطيك بعض الشهور التي ينبغي عليك أن تتبمها بنفسك January ماذا يأتي بعد January ثم March ماذا يأتي بعد March ثم May ماذا يأتي بعد May ثم July ماذا يأتي بعد July ثم September ماذا يأتي بعد September ثم November وماذا يأتي بعد November يمكن لك إعمال Pause الفيديو وأتمم هذه الفراغات بالشهور التي توجد في هذه الفراغات يعني في الترتيب ثم الآن سأعطيك مرة أخرى نفس الشهور ولكن أنت ستتمم الفراغات إذن لدينا شهر هنا ثم February ثم شهر ما April شهر ما June شهر ما August شهر ما هنا October ثم شهر ما هنا ثم December إعمال Pause الفيديو وقم بقراءة كل هذه الأشهور وأتمم هذه الفراغات إذن ثم أخيرا سأعطيك هذه الأشهور January February March وأنت ستتمم هذه الأشهور الأخرى July August September وتتمم هذه الأشهور كذلك December هو آخر شهر في السنة مرة أخرى قم بعمل Pause الفيديو وأكتب الأشهور التي توجد في هذه الفراغات وأخيرا سأعطيك هذه الأشهور وتتممها أنت بنفسك أعطيك الحرف الأول فقط من كل شهر وتتمم لكي تتدرب على طريقة كتابتها كذلك إذن هذه هي حروف الأولى في كل شهر يمكن لك عمل Pause الفيديو وكتابات هذه الأشهور إذن كمرشعة أخيرة لأشهور باللغة الإنجليزية هي January February March April May June July August September October November December إذن هذه هي أشهور السنة باللغة الإنجليزية نبغي عليك أن تتذكرها جيدا وهذه هي أحسن طريقة لتذكر كل هذه الشهور باللغة الإنجليزية نمر إلى الفقرة الموالية من هذا الدرس وهي مع الشكل التالي Complete the following sentences يعني أتميم هذه الجمل ونصف أعطيك بعض الكلمات مثلا before فهي تعني قبل إذن مثلا في هذه الجملة لدينا the month before February is يعني الشهر قبل شهر فبراير هو إذن ما هو الشهر قبل فبراير ستكتبه هنا إذن الشهر قبل فبراير هو January يعني شهر يناير نفس الشيء بالنسبة للجمل الأخرى the month after June بالنسبة لafter فهي تعني بعد إذن الشهر بعد you knew هو وتكتبه هنا نفس الطريقة ستتمن بها بقية الجمل the month before September is the month after September is the month between March and May is إذن between تعني بين إذن الشهر بين شهر مارس وشهر ماي هو ستكتبه هنا وتتمم الجمل الأخرى the month between June and August is يعني الشهر بين June وهو يونيو وآغست وهو غشت هو the month after October is يعني الشهر بعد أكتوبر هو ثم the month before April is الشهر قبل شهر أبريل هو ثم the month between January and March is يعني الشهر بين شهر يناير وشهر مارس هو الآن يمكن لك عمل باوز للفيديو والإجابة على هذه الأسئلة الآن سأعطيق الإجابات the month after June is July the month before September is August the month after September is October the month between March and May is April the month between June and August is July ثم the month after October is November the month before April is March the month between January and March is February ثم أخيرا the month between May and July is June لأننا نقول May, June, July إذن هذا فيما خصى التمرين الأول بالنسبة للتمرين الثاني answer the following questions يعني أجيب عن هذه الأسئلة مرة أخرى يمكن لك أن تأخذ ورقة وقلم وتجيب على هذه الأسئلة what is the date of today ما هو تاريخ اليوم what is the date of yesterday ما هو تاريخ البارحة when is your birthday متى تاريخ عيد ميلادك when is your best friend's birthday متى تاريخ عيد ميلاد صديقك العزيز when is your mother's birthday متى عيد ميلاد أمك what is the date of yesterday ما هو تاريخ الأمس ثم read and write الآن سأعطيك هذه الفقرة القصيرة جدا وستقرأها جيدا سأقرأها معك وسوف أشرحها لك وبعد ذلك سوف أطلب منك أن تكتب نفس هذه الفقرة هذه الفقرة ستتعلم كذلك استعمال simple future أو زمن المستقبل باللغة الإنجليزية لأنه بسيط جدا نستعمل فقط I will ويتبعها الفعل مباشرة إذن الفقرة تقول hi my name is Simo يعني اسمي هو السيمو next year يعني السنة المقبلة next تعني المقبل year تعني السنة إذن next year السنة المقبلة I will do many things سأقوم بالكثير من الأشياء لاحظ أن I will do توجد في زمن المستقبل لدينا will تعني سوف و do تعني أقوم بmany things الكثير من الأشياء in January في شهر يناير I will learn a new language سوف أتعلب لغة جديدة in February في شهر فبراير I will watch my favorite series سوف أشاهد مسلسلاتي المفضلة in March في شهر مارس I will revise for my exams سوف أراجع لامتحانتي in June في شهر يونيو I will travel to America سوف أسافر إلى أمريكا in September I will start school يعني في شهر شتنبر سوف أبدأ المدرسة إذن سوف تبدأ المدرسة إذن هذه هي الفقرة القصيرة الآن ينبغي عليك أن تأخذ ورقة وقلم وتكتب نفس هذه الفقرة باتباع هذه الطريقة hi my name is وتكتب اسمك هنا وتكتب next year I will وتتميم يمكن لك استعمال كل أفعال التي تعرفها في اللغة الإنجليزية وتكتب مثل هذه الفقرة حول مخططاتك المستقبلية باستعمال من طبيعة الحال ما ستفعله في كل شهر كما قمت به في هذه الفقرة هذه الطريقة سوف تسعيدك على تعلم الكتابة باللغة الإنجليزية وكذلك تعلم طريقة تحدد حول مخططاتك المستقبلية لأن التحدد حول المستقبل باللغة الإنجليزية فهو بسيط جدا نستعمل فقط will plus verb يعني will يتبعها الفعل بدون أي تغيرات مثلا I will learn سوف أتعلم I will watch سوف أشاهد I will revise سوف أراجع I will travel سوف أسافر I will start سوف أبدأ I will do سوف أقوم بي إلى غير ذلك هذا فيما يخص هذه الإعداد الدرس شهور السنة باللغة الإنجليزية فهو درس بسيط جدا بالنسبة للمزيد حول شهور السنة باللغة الإنجليزية يمكن لك زيارة موقع الأنترنت www.englishwithsimo.com سوف أترك لك جميع الروابط أسفل هذا الفيديو في ذلك الدرس في موقعي ستجد أغاني شهور السنة باللغة الإنجليزية تلك الاستماع لتلك الأغاني ستتعدك على تطوير طريقة نطق هذه الأشهر باللغة الإنجليزية ثم هناك أيضا تمارين تفاعلية حول شهور السنة باللغة الإنجليزية وهناك مجموعة من الوثائق المجانية للتحميل للاشتغال على المزيد من التمارين حول شهور السنة باللغة الإنجليزية إذن هذا فيما يخص هذا الدرس إخواني إلى هنا أتينا إلى نعاتي الدرس كان معكم سيمو من قناة English with Simo لا تنسوا الاشتراك في القناة لتتوصلوا بمزيد من الدروس التعليمية حول اللغة الإنجليزية في جميع المستويات غير ذلك أترككم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر موسيقى